ذو الهيمم أو ذو الإحتياجات الخاصة قد يتبادر إلى الذهن أغلب الناس محدودية هذه الفئة اقتصادياً أو مساهمة ضعيفة في ترقية المنتوج المحلي أو النمو الوطني أو الاقتصاد إلا أن الحاصل في الجزائر هو أن المساهمة هامة وبالإمكان أن تكون كبيرة بفعل بعض المعطيات الواجب توفرها عدد هام من المؤسسات الناشئة أصحابها من ذو الهيمم اقتحموا مجالات الاستثمار بقوة وحققوا نجاحات كبيرة لم تكن لتتحقق لو لكفاءتهم الميدانية وإرادتهم الفذة وعند الحديث عن ذوي الاحتياجات الخاصة والاقتصاد فإن المؤكد أن البصيرة متوفرة وبوصلة الهمة متوجهة نحو تحقيق ما لم يمكن تحقيقه من قبل الأصحاء وهو ما يحيلنا للحديث عن الاهتمام الحكومي الذي يجب أن يكون لهذه الفئة بكل ما فيها من تبصر فالأرقام المحققة لحد الآن تؤكد هذا الاهتمام وتشير إلى الهدف المنشود وهو الفعالية الكبرى في كل مجالات الاقتصاد المؤشرات الاقتصادية الوطنية لحد الآن تمنح ذوي الهمم المرتبة المستحقة فالكثير من المؤسسات الإنتاجية أصحابها منهم وعمالها بهن وإنتاجاتهم لهم وللمستهلك وللوطن كما أن العديد المنتجات المحلية يقف على تمامها وكمالها رجال ونسوة من ذوي البصيرة والتبصر وفي المحصلة فإن التوازي بين أعداد ذوي الهمم وعدد مؤسساتهم ومنتجاتهم المحلية في جميع الميادين الاقتصادية والتجارية وغيرها تمنح السلطات مجالا أوسع لاهتمام أكبر لتكون مساهمة ذوي الهمم في الاقتصاد الوطني بنسب عالية وما ذلك عليهم بعزيز ترجمة نانسي قنقر